والكآبة لأنه بتقول إياكي والكآبة والكآبة بين يديه إن كان فرحا هو فرحان وإنت إيه وشك مبوز وإيه عايز بالله كأن في حاجة في قتيلة قتل اللي أنا قلته ده إيه اللي أنا قلته ده أم بتعلم بنتها شوية معايير شوية ضوابط شوية أصول عارفين ولاده الأصول في الجواز بيجوا منين من الاتفاق على المعايير هو يقولك ده بنت أصول وابن أصول إنهم اتفقين على المعايير فتلاقي خلافهم وتلاقيهم عاديين وتلاقي محدث سمع لهم صوت وتلاقيهم بيحبوا بعض وتلاقي خلافهم قريب ده كله ليه؟ عشان باتفقين على المعايير برضو زوجة شراح القاضي ريلة زفافها بقى ودي بقى حكيمة قوي وأنا طبعا عشرة مع شراح القاضي شراح القاضي كان موضوع رسالتي في الماجستير فالنص ده أنا أعدت معه كتير والكلام ده أعدت معه كتير فشراح القاضي دي وزوجته كان اسمها زينب أول ما جاي تجوزها جاي أول ما اتقفر عليهم البات فجاي سألت له على رسلك ورح أملت إيبه؟ قارت الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله إني امرأة غريبة عنك لا علم لي بأخلاقك فبين لي ما تحب أن آتيه فآتيه وما تكره فأتركه قال شراح شراح باب يقول للشعبي يقوله وألجأتني إلى الخطبة يا شعبي فقال لي إني أحب كذا وكذا 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 وأكره كذا وكذا وما رأيتي من حسنة فانشريها وما رأيتي من سيئة فاستريها فقالت فقالت له إيبه؟ فقالت لي كيف محبتك لزيارة أهلي؟ فقلت إني أحب أن لا يملني أصهاري يعني ما بحبش إيه؟ كتر الزهارات اللي هتخليهم أنا ملهم هم يملوني ببلاش الزيارات اللي باستمرار فقالت فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك فآذن له ومن تكره فأكرهه فقلت بني فلان قوم صالحون وبني فلان قوم صالحون فأذني لهم وأما بني فلان وبني فلان فقوم سوء فلا تأذني لهم قال شريح فما كست معي تلك المرأة اللي هي زانب دي عشرين عاما لم أعقب عليها في شيء إلا مرة واحدة وكنت فيها مخطئا ثم ماتت رحمها الله المرة دي أنا فاكرها عارفيني المرة دي كان إيه؟ قديني الصلاة الفجر وهو لقى عقربة جاية فهو عشان يلحق الصلاة راح جاي جاي بالقدر ورح حطه على العقرب وقال لا ما تشيريش القدر لغاية ما أرجع طب هو مش يقول لها إن القدر إن بقى تحت القدر دوت في عقربة فرفعت القدر فلا داغتها العقرب فبيقول إيه؟ وهو عشان كده كان يسمها زينب يقول رأيته الرجال اللي يطربون النساءهم شلت يميني حين أضربوا زينبا كان بيحبها جدا دي المرة اللي كان فيها خلفت أمره وإيه اللي حاصل وهو اللي كان فيها مخطئ عشرين سن يبقى قبل ما نروح بقى للخطوات اللي احنا محتاجينها للمهارة دي محتاجين نعرف إيه هي المجالات اللي هنحط لها معايير نمشي عليها في الجواز فعندنا مثلا المجال الاجتماعي اللي هاتكلمت عنه زوجة شراح القاضي وكمان اتكلمت عنه كمان أم أم إياس اللي بتقول إيه؟ اللي هو خاص بالعلاقات وإزاي ندير علاقاتنا بالآخرين فنتفق نتفق على كل ما يخص الحدود ترسيم الحدود بالله عليكم احفظوا المفهوم ده مفهوم ترسيم الحدود لهذه الأسرة وهذا البيت الجديد ترسيم الحدود في التعامل مع من هم خارج الأسرة فنتفق على الزيارات العائلية هتبقى كل قد إيه؟ ومواعدها والعلاقات مع الجيران والأصدقاء مين يدخل البيت ومين ما يدخلش؟ هندفع هدايا ولا مش هندفع هدايا هندفع هدايا قد إيه؟ هندفع هدايا مقابل الهدايا اللي بتجينا بالزيادة عنها ولا بنقص عنها كل الكلام ده مهمة قوي 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 في المجال الاقتصادي بقى لازم نعرف قاعدة معانا ما نبخلش إيه اللي حاصل؟ بس معاناش ما نستلفش يبقى نتفق على ده نتفق على أوجه الصرف يعني إيه معانا ما نبخلش؟ مدام معانا ما نديقش على نفسنا بس برضو معانا أن احنا ما نديقش على نفسنا نحنا هنستثمر كمان وأن احنا هنتدخر لكن معاناش ما نبخلش وفي نفس الوقت إيه اللي حاصل؟ وإحنا بنتكلم عن جيب المواد الغذائية إيه وعن ملابسة نعمل إيه والفسح والمصاريف وكمان حاجة مهمة جدا جدا نخلف كم طفل عشان نقدر نصرف عليهم وربيهم ولازم الأطفال ما يزدوش عشان لازم نعمل الكلام ده عشان ما نفتنش أولادنا ولازم نخلي بالنا من مسألة التنظيم ولازم التباعد ما بين الأولاد كل ده لازم نتفق عليه وحاجة مهمة أوه أوه مجال بقى القيام والأخلاق وده ملف مشترك ما بين الزوجين